اكد رئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام الدولة الكبير بصناعة ودعمها وتسهيل كل المعوقات التي تواجهها وخلال افتتاحه عددا من مشروعات الهيئة العامة للاستثمار اكد رئيس السيسي جدية الدولة في تناول المشكلات التي تعاوق الاستثمار والتصدي لها موضحا استعداد الحكومة لتشجيع رجال الاعمال للتوسع في اقامة المدارس المهنية وتخريج عمالة ماهرة ومدربة تكون لديها فرص عمل حقيقية ونوها الرئيس السيسي بدور مراكز البحوث والتطوير لإيجاد حلول للمشكلات التي تحتاج إلى تطوير وأشار الرئيس السيسي إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي سينتلق الشهر المقبل يمثل فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال لعرض الصعوبات التي تواجههم وأكد الرئيس السيسي أن عرض مشاكل المستثمرين يأتي بهدف إزالة جميع معوقات الاستثمار كما أكد الرئيس السيسي أن حجم مساهمة القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني لا تقل عن 75% أشيرا إلى أن الدولة تستهدف تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات استنكر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي مجددا لاستفتئات التي أجريت في شرق البلاد للموافقة على مقترحات الانضمام إلى روسيا ووصفات زيلنسكي تلك الإجراءات بأنها غير مشروعة وفي خطابه اليومي قال الرئيس الأوكراني أن بلاده ستدفع عن شعبها في المناطق التي أجرت فيها روسيا عمليات الاستفتاء مشيرا إلى أن أخبارا جيدة ستعلن قريبا من الجبهة دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل أعلنت السلطات في منطقة دوناتسك في شرق أوكرانيا فوز مؤيد الانضمام لروسيا في الاستفتاء الذي نظمته وعتبرته كييف وحلفاؤها الغربيون زائفا وقالت مفوضية الانتخابات المركزية في منطقة دون أنتسك إن أكثر من 99% ممن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء صوتوا بنعم وذلك بعد فرز 100% من الأصوات قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تجهز حزمة أسلحة جديدة قيمتها مليار ومئة مليون دولار لأوكرانيا وسيعلن عنها قريبا وتعد الحزمة هي الأحدث في دفعات الأسلحة التي تقدمها واشنطن لكييف بينما تقاتل القوات الروسية في شرق أوكرانيا وفي ذات الإطار أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها لن تبدأ في تسليم منظومة الدفاع الجوي المتطورة لأوكرانيا إلا قبل شهرين آخرين اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فاندرلاين أن عمليات تسرب الغاز التي رصدت في خطي أنابيب نوردستريم هي نتيجة فعل تخريبي وحضرت المسؤولة الأوروبية من أن أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة في أوروبا هو غير مقبول وسيؤدي إلى أقوى رد ممكن أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن المملكة حققت ارتفاعا في الاكتفاء الزاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15% وخلال لقائه وزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبد العزيز أعرب ولي العهد عن أمله في أن يصل الاكتفاء الزاتي الداخلي للصناعات العسكرية إلى 50% حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم انتصارا جيدا على نظيره الليبيري بثلاثة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد الإسكندرية في إطار الاستعدادات المنتخب لاستئناف مشواره في تصفيات مؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كان المنتخب الوطني قد فاز كذلك على النيجر بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت الجمعة الماضي خلال الأجندة الدولية الحالية وختاما تأهل منتخب إسبانيا إلى الدول النصف النهائي لبطورة دور الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد فوزه ثمين على منتخب البرتغال بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في مدينة براغا البرتغالية في إطار الجولة الأخيرة والحاسمة للمجموعة الثانية للمسابقة القرية الفوز رفع رصيد منتخب إسبانيا إلى إحدى عشرة نقطة ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية للبطولة الأوروبية وبفارق نقطة واحدة عن منتخب البرتغال نهاية مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ببعض الفاصل